تتاجه كندا إلى أخذ خطوات أكثر حزماً بعد أزمة الإسكان غير المسبوقة التي يواجهها السكان المحليين حيث بدأت بحضر شراء العقارات السكانية على الأجانب بشكل رسمي بهدف إتاحة المزيد من المنازل لسكان المحليين على أن يستثنى من هذا الإجراء اللاجئين والمقيمين الدائمين من غير المواطنين كما أكدت السلطات أن الحظر سيطبق فقط على مساكن المدينة وليس على الممتلكات الترفيهية مثل الأكواخ الصيفية تم اقتراح الإجراء المؤقت لمدة عامين من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو خلال حملته الانتخابية لعام 2021 عندما أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الكنديين أقل حينها حزب ترودو الليبرالي في خطته الانتخابية أن الرغبة في المنازل الكندية تجتذب المستغلين والشركات الثارية والمستثمرين الأجانب مما يؤدي إلى مشكلة حقيقية تتمثل في نقص استخدام المساكن والمنازل الشاغرة وتفشي المضاربة وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي فالمنازل مخصصة للناس وليس للمستثمرين وبعد فوزهم في انتخابات عام 2021 قدم الليبراليون بهدوء قانون حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين كما فرضت الأسواق الرئيسية مثل فانكوفر وتورونتو ضرائب على غير المقيمين والمنازل الخالية على الرغم من الذروة الأخيرة فقد تراجعت سوق العقارات في كندا مع ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري بالتزام مع تشتد السياسة النقدية من قبل بنك كندا في محاولة لكبح جناح التضخم ووفقا لجمعية العقارات الكندية انخفض متوسط أسعار المنازل من ذروة تجاوزت 800 ألف دولار كندي أي ما يعادل 590 ألف دولار أمريكي مع بداية عام 2022 إلى ما يزيد قليلا على 630 ألف دولار كندي أي حوالي 465 ألف دولار أمريكي في الشهر الماضي وفق ما جاء في وكلة فرانس بريس المفاجأة تكمن فيما أكده العديد من الخبراء لموقع سكاينيوز عربية في هذا الإطار عن أن الحضر المفروض على المشترين الأجانب الذين يمثلون أقل من 5% من ملكيات المنازل في كندا وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية لن يكون له الأثر المنشود في جعل المنازل ميسورة التكلفة لا بل يشيرون إلى الحاجة إلى المزيد من بناء المساكن لتلبية الطلب بدورها أعلنت مؤسسة الرهن العقري والإسكان أن ما يقرب من 19 مليون وحدة سكنية ستكون مطلوبة بحلول العام 2030 وأضفت أن هذا يعني أنه يجب بناء 5.8 مليون منزل جديد أو 3.5 مليون أكثر مما هو متوقع حالياً لتلبية هذا الطلب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر